موسيقى السلام عليكم متتبعي قناة عبير اليوم نصل صرخة مموينين الحفلات السلام عليكم السلام عليكم معكم أفرح لمياء الحريري قطاع الحفلات جيت هذا النهار لكي نمثل قطاع الحفلات ككل من مصورين كافة سربايا عسوة موسيقى هذا القطاع تشلل تماما واحد الركود تم مئة بالمئة فهذا الجائحة كورونا إلى متى إلى متى هذا القطاع إلى متى المهنين المساكنين متضررين وساكتين عليهم ما هي الحلول للدولة والحكومة لهذا القطاع ما هي الحلول التي قاموا بكم ما هي القرار التي قاموا بكم القرار التي قاموا بكم القرار التي قاموا بها هو نمثل جائحة الكورونا ونقلسوها في المنازل ونغلقوا المحلات أبقى هذا لم يكن قرار التزم منها مئة بالمئة يعني قطاع الحفلات يخدمون 30% و20% نحن نحن قطاع مهاني التي تعمل في تنمية اقتصادية ومتشبت قطاع الحفلات يساهم في تنمية الاقتصادية نعم ويشغل مع قطاع الفلاحة قطاع صناعة التقليدية لأنها تقدم خضر مواد غذائية مع صناعة التقليدية كذلك تقليدية خرازة نعم قطاع الحفلات يشمل الكثير القطاعات يحركهم معها قطاع الحفلات ينشان متسلسلة متشابكة مع جميع القطاعات وهذه القطاع توقف مئة بالمئة ورقود تام إلى متى وما هي الحلول البديلة ما هي الحلول البديلة؟ كيف يعقل أن إنسان يتوقف خمس شهور عن العمل ما هي الحلول؟ لأن المدخول ما هي الحلول البديلة؟ ومن كون المدخول لا يوجد من المدخول لا يوجد من المدخول للخود لا يوجد من المدخول هناك قطاع وفي أفضل وكيف تدخل المدخول هناك طوال جمعيات كافية التي تتحدث عنكم ماذا ؟ نعم ، لدينا جمعيات ومؤثرين تحت جمعيات وتحت فدرالية كذلك وقامت بمأزمة ماذا قررت ان اغدتهم والحلول البديلة التي ستجعلون الفدراليات والجمعيات كاتبات الحكومة ورسلتهم ويوميا الرساحل والمكتبات وبدون جدوى ليس هناك اذن صغية بطاة يعني السلء الثماني في هذا القطاع لا يرى بطاة مع ان هذا القطاع يعمل فوق سد المليون مهاني غير مباشر وغير مباشر كيف يؤقل هذا الناس؟ سيقوم بشكل كبير في المجمع سيقوم بشتت أساري سيقوم بطلاق سيقوم بفقر سيقوم بإجرام سيقوم بمضاعرات في المدنة المغربية سيقوم بشكل كبير يعني الناس خرجوا سيقوم بمضاعرات وين يجب أن يصلوا بهذا الشيء؟ بمعنى أن نرى الحكومة لا تستحل باديل هذه القطاع أنا من هذا المنبر كان طالب سيدنا يعني يدر معنا حل ما هي الحلول؟ نرى من حل نحن قطاع كان سيدنا يدر معنا حل يدر سيدنا شخصيا لهذا القطاع كما رأينا في القطاعات الأخرى وماذا نقول أعطاهم دعم أو ساعدهم أو ملح أو يعمل معنا نعمل معنا نعمل 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 ما في الكثير من المنبر كمقاولة تنساعدهم في نحايا ينساعدهم لكي بسيط ودعمهم يتركم على يوم الكرة وطولة فقط هذه القطاع يراتل والمهنين الذين يعملون معنا كأسر باية كأيال الدلسة لكن الناس ينتظرون إلى 1 درجة لا تصوروه الناس لم يصيبونه لكي يشريوا الدواء لأن المراضين بسكار لديهم الضغط نحن الذين يحبسونهم تصوروا الناس الذين يريدون أن يخرجوا للشارع للجمعيات والأرباب المعهمة للعمال نحن يحبسون المستخدمين لدينا نقول لهم أن يصبروا ونعاونهم لكي يمسخ الله لا نكتبوا على الله ونساعدوا يعني بشي حاجة بسيطة هذا يعني نرى أن هذا القيطة سيستوقف الوقت الغير محدود يعني بعد هذا المدة كيف يريدون أن الناس سيأكلوا؟ كيف سيأكلوا؟ إلى متى هذا الشيء؟ إلى متى؟ الناس يشتغلوا معنا أقسموا بالله لكي يقول لك نخرجوا نحرقوا رأسنا ونخويوا على رأسنا ونحبسوهم إلى متى هذا الشيء يمكننا أن تدمروا نفسيين اقتصاديا ونحن تنتجح بدأت تشتت يجب أن الحكومة لم ترى هذا الشيء لم ترى المجتمع كيف يمكن أن يصل إلى المجتمع؟ كيف يمكن أن تدمره؟ ما هو الحل البديل؟ كيف كانت مونات حفلات؟ الحل الباديل الذي ستجعله لكي تعيشي وكذلك الوليدات يعني لديه حاجة جامعات حسن النور كي يأكل بيئة وماذا ستتاهيهات الحاجة يعني لديه حلول الباديل يعني الدولة تجعل معنا كونفنسيون في نخدمه إما يعطينا كخيدي بلا فائدة يعني يريدون فائدة أو نسبة قليلة ومشان تقول لك ما هي الحلول ما تجعله تجعلنا غير نخدمه نسبة بسيطة 50% يعني ما نخدمه نسبة بسيطة 50% كما القطعات الأخرين يشتغلون نخدمه نسبة بسيطة 50% سنتج حاليا أن كورونا يريدون أن نتعايش معه هذا المعرض ما زال ما يصابوا لشيطة لا يشدونه يعني أريدون أن نتعايش مع بليفا بليبافت لكن يريدون أن نخدمه يعني التباعد ما نقلسون القطع كامل يخدم استدل مليون مهاني يتوقف هذا يوقع خالي الاجتماعي وخالي الاقتصادي ونتمنى أن تكون أذن صغية لتسمعنا كلمتك الأخيرة الكلمة التي نقولها لك الأخيرة يعني الله يفعلنا هذا البلاء والله ينصر سيدنا وحاجة أخرى نقولها أين أنتم أيها البرلمانيون التي نتخبناكم وهذه الانتخابة جاءة على الأبواب وإن شاء الله سنعرفوه كل ما نتخبه يعني التحد ولو كلمة بسيطة في قبة البرلمان قدر يهدر علينا والله يتكلم على هذا القطاع الذي يتوت يساهم في التنمية الاقتصادية ويشغل شريحة كبيرة في المجتمع نحن لدينا بسيطة على الدولة وعلى الحكومة لا يجعل الناس يخرجوا للشريحة كان يحاولون أن نجيب للخاص الناس وانتم لا تشاهدون فينا هذا هو هدية النهاية